وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم نور شمس شرق مدينة تولكارم وألحقت ضماراً واسعاً في بنيته التحتية وممتلكات الفلسطينيين ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من ألياتها تجاه المخيم وفرضت طوقاً عسكرياً مشدداً عليه كما منعت الفلسطينيين من الخروج منه أو الدخول إليه ونشرت قناستها على أسطح وداخل البنيات المرتفعة المحاذية والمحيطة بالمخيم فيما قامت جرفات الاحتلال بتدمير البنية التحتية للمخيم وتخريب الممتلكات خاصة خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم